تقريرا عن تسليم وزارة الأوقاف المرحلة الأولى من مدينة الحرفيين بعدد 417 ورشة بعد تشييدها بمدينة الغردقة قاربت تكلفتها إلى 170 مليون جنيه ويأتي ذلك بمناسبة احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى معركة شدوان التي انتصرت فيها القوات المسلحة بمشاركة أبناء المحافظة على القوات الإسرائيلية عام 1970 تمتاز بطبيع سياحي جذاب وتعرف باسم مدينة السحر والجمال مدينة الغردقة ولكي تظل مدينة سياحية بانتياز خالية من التلوث البيئي الأوقاف تقوم بتسليم المرحلة الأولى من مدينة الحرفيين تزامنا مع احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي الحرفيين مدينة انشيادتها وزارة الأوقاف من خلال هيئة الأوقاف المصرية على أرض مدينة الغردقة والهدف اخلاء المدينة من الورش الحرفية والابقاء على المشهد السياحي المرحلة دي شيء مشرف ومدينة ربما نموذجية بكل ما تعنيه الكلمة في توفير المدينة المتكملة اللي هي فيها الحضانة فيها كل سوبر ماركت المطاعب الكفاتيريات أماكن راكن السيارات مدينة عصرية بكل ما تعنيه الكلمة وهي فخة سواء المحافظة البحر الأحمر أم لا هيئة الأوقاف بالنسبة للتمليك احنا عندنا أول خمسين واحد حيجوا ينهوت حيكون لهم مزايا متعددة سواء إيجار أو سواء تمليك أيضا موضوع التشتيب كان الناس عاوزة الورش تكون متشطبة على ثلاث أشكال أو ثلاث نوعات من التشتيب تشتيب عادي وتشتيب متوسط وتشتيب على مستوى تاني المدينة تمتز بمقومات وموهلات التشغيل كفة لتكون مدينة حرفية تتماشى مع طابع المدينة الجمالي الورش دية اتصنافت إلى ودى السيارات تقريبا حوالي 177 وقش السيارات وحوالي 58 وقش التحدادة وحوالي 70 وقش التنجارة ده في المحال الأولى فإن شاء الله بإذن الله احنا جاهزين للتسليم هذه الوحدة تبقى الأسعار واللي حددتها الهيئة وفي بعض المباني الإدارية وفي نقطة شرطة وإسعاف يعني غالبا كل الخدمات المتاحة موجودة داخل الموقع المرحلة أولى من زون 2 لحد زون 6 المرحلة الثانية من زون 2 يعني بداية من 7 لحد 12 وبعد كده مرحلة الثالثة لحد 18 كل مرحلة فيها المنطقة الترفيهية الخاصة بيها بنعمل التصميم بتاع المنطقة الترفيهية ديت على حسب الاحتياج الغردقة قيمة سياحية وجمالية باتت من أكبر المدن السياحية بالعالم لذا يأتي اهتمام المسؤولين بها لتستشرف مستقبلا أكبر خلال الفترة القادمة من مدينة الغردقة ولدهيكا للتلفزيون المصري